السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم عندنا آخر حلقة من حلقات كورس كبكات الاحترافي وراح تكون هذا الحلقة عبارة عن كيفية تصدير الفيديو وشرح قائمة التصدير وكيف نصدر الفيديو بجودة عالية وبمقاسات مختلفة وخليك معي بعد الفاصل عشان نبدأ نشرح كيف راح نصدر الفيديو بالجودة العالية وبالطرق الصحيحة من تطبيق كبكات حياكم الله يا أهلا وسهلا بكم الجديد طبعا عندي هذا الفيديو منتجته بشكل كامل على كبكات وفيه الانيميشن والمونتاج بالطريقة الصحيحة أضفت المؤثرات الصوتية وفصلت الخلفية والباكراوند على برنامج افتر الفيكت وعلى كبكات وعلى البريميير طبعا استخدمت البريميير في فصل الخلفية عشان ايش ما كمعي دقيق مرة كبكات في فصل الخلفية طبعا هذا الفيديو مكتمل تماما تماما لاحظنا مع مؤثرة الصوتية كل شيء جاهز الآن عبارة عنه أحتاج أصدر الفيديو بالطريقة الصحيحة طبعا تصدر الفيديو بعد ما تخلص المونتاج وتضبط أمورك ويكون الفيديو جاهز تذهب على اكسبورت من اكسبورت تختار تضع عندك القائمة طبعا في هنا شغلة مهمة نسيناها اللي هي الغلاف أو الكفر عندك طريقة هنا الطريقة الأولى من هذا الخيار اد كفر أو ترجع على الفيديو الأساسي تذهب على الفيديو الموجود في التايم لاي تذهب على القلم إشارة القلم عشان تضبط الكفر بهذا الطريقة بعدها رح تفتح لنا قائمة كاملة خاصة في تصميم الكفر يعطيك تصميم جاهزة زي كامفة ويعطيك أشياء خاصة في إزالة الباكراون وفي إضافة الفيكتات وفي فلاتر للكفر وهذا شيء مميز جدا على تطبيق كبكت يعني رح يريحك جدا في إضافة الكفر أو إضافة الغلاف الخاص في الفيديو يحتم مطيك القوائم والأشياء الأساسية التي تضيف فيها العناصر الأساسية في هذا المربع وهنا تقدر تضيف النصوص في هذا المكان أو تقدر تضيف النصوص في هذا المكان وهنا الأشياء التي لا يجب أن تضيف فيها أي شيء فقط خلفية طبعا أن قائمة اليمين واليسار اليمين هي موجود فيها الفلاتر والإفكتات الخاصة في اللي تطبق بشكل مباشر على الغلاف وهذا الشكل ما تختار هذا الإفكت شوفوا لاحظ ما يتغير اللون وهذا الشكل طبعا رح يتغير اللون فقط على غلاف الفيديو ما رح يتغير على الفيديو كامل وهنا إفكت تقدر تضيف إفكت بهذا الشكل مثلا الدائري هذا حسب اللي أنت تشوفه مناسب لاحظ ما يعني كيف يضاف لي دائرة طبعا يكون لها ما رح الآن نضيف فقط أشرح لكم كيف تختارون الفلاتر والإفكتات الخاصة في الغلاف أو كفر الفيديو هنا تغير في الألوان الفيديو مثلا تختار هنا بارد أكثر أو دافئ أكثر يعني تسوي زي color correction على الصورة فقط على الغلاف نفس وتعدل فيها يعني هنا معطيك مساحة كاملة فقط لتعديل الغلاف يتعدل في ألوان الغلاف وفي الحدة بشكل كامل يمكنك تعدل الصورة على الفوتوشوب يعني زي إعدادات الفوتوشوب تمام يعني فقط هذا تطبق التأثيرات والألوان تطبق فقط على صورة الغلافة التي أنت تختارها أساسا في الفيديو طبعا بعد ما اخترنا الصورة تقدر تختار طبعا من الصورة من الفيديو نفسه وكيف اختار أروح على القائمة اليسار أن ديزاين تصميمها يتصاميم جاهزة وعندنا تمبلت هذه تمبلتات جاهزة للغلاف الخاص فيك يعني تقدر تجلب تمبلت أول شيء طبعا عندنا تمبلت يوفر لك غلاف جاهز تقدر تصمم علي وتعدل عليه مثلا عندي هذا الغلاف جاهز أقدر أصمم عليه وأضيف عليه مثلا بشأن وهنا نفس الموضوع بشأن وهنا نفس الموضوع لازم تلسق من موقع يعكس الكتابة والتعدل والضبط كل حاجة خاصة فيك مثلا مثلا تمبلتات جاهز أضيف بشأن هذا الشكل راح أوفر لي تمبلت تمام بهذا الشكل بعد ما اخترنا الصورة تقدر تختار طبعا من الصورة من الفيديو نفسه وكيف أختار أروح على القائمة اليسار عندنا ديزاين تصميمها هي تصاميم جاهزة وعندنا تمبلتات جاهزة أو أختار من الفيديو نفسه هنا يقول لك select from video يعني تختار من الفيديو الصورة معينة شوك نفس هذه الصورة أحطه save بعدين راح تنزل عندي الصورة مباشرة هنا وضغط عليها بشكل مباشر ستنزل عندي غلاف للفيديو وأقفل قائمة الفلتر أسحب هذا الشكل وضغط على Alt و Control من لوحة المفاتيح عشان يكون عندي بهذا الشكل الآن عندي الغلاف جاهز مية بالمية تمام طبعا تقدر تضيف عليه مثل ما قلت لك وفلاتر وتعدل الفيديو من حيث الألوان والحدة والبياض والسطوع والستوريشن التشبع بهذا الشكل سيكون عندك الفيديو بهذا الشكل تقدر تتعدل فيه وتضبط فيه أشياء خاصة في الفيديو هذا الشكل لحل معي تقدر تخفف الإضاءة هذا الشكل تقدر تضبط عددات الصورة حسب ما أنت تشوفها وحسب خبرتك في تعديل الصور على برامج التعديل زي الفوتوشوب وزي لايتروب تقدر ترفع صورة مثلا نجيب صورة خاصة بي زي الصورة هاي رفعها من وين رفعتها من الكمبيوتر يعني هذا مثال فقط تضرب لكم مثال من الكمبيوتر تروح على Select من هنا من هذا الخيار ترفع صورة من الكمبيوتر من هناك مصممها على فوتوشوب وترفعها بشكل مباشر على تطبيق في هذا الشكل فتضبط معك الصورة بالطريقة الصحيحة تمام؟ بهذا الشكل تضغطها في الوسط تمام؟ تضغط السهم هذا وتضغط على Control Alt مباشر تضبط معك بهذا الشكل تمام؟ هذا الطريقة الثانية لإضافة الصورة تمام؟ موجودة على نفس كب كت يوفرك ديزاين معين أضغط على Design هنا يعطيك الألوان اللي راح تختارها تريده بارد حارب هذا الشكل تريد هذا الشكل يعني يعطيك مود معين من الألوان الجاهزة اللي انت راح تختارها مثلا نختار البارد الأزرق والحارب هذا الشكل يعطيك هذا Title أي العنوان بهذا الشكل تمام؟ تقدر تضيف انت باللغة العربية واللغة الانجليزية وتكبره وتضيفه هنا مثلا تجنك تجيب تروح للموقع الالكتروني وتاخذ الكتابة معكوسة الموقع الالكتروني تروح على هذا الموقع وتكتب تمام نسخنا خلقكم رابط الموقع في الوصف لصق شوف الجماعين بمطموط طبعا تغير اللون شوف همشي تلسقونه من موقع خارجي يعكس الكتابة وتضيفه هنا وتضيف هنا العنوان الفرعي وصف الفيديو طبعا هذه اللي بين نسبة للتايتل أي الكلام مكتوب تمام؟ وتختار هذا ينزل عندك هنا نفس اللون شوف مشاعل مشاعل تطبق هذا مباشرة ستطبق عندك اللون يتغير فأنت ستختار الألوان منسقة جاهزة عن طريق كابكات يعني اسقلك الألوان بالطرق الصحيحة حسب قواعد التلوين وهذه كل الأشياء تفيدك تمام؟ حين لو تنزل تحت لو اخترت المربعات هذه الأشياء الخاصة من المربعات والأسهم فأمكن نضيف مربع وضيفه خلف التصميم وهذا الشكل تختار الطبقة خلف الاسم يعني تقدر تضيف أي تصميم مربع دائرة نجمة للفيديو استيكر تقدر تأخذ استيكرات أو زي كده تضيف أشياء خاصة في الكفر تمام؟ عندك قائمة كبيرة من الاستيكرات وشيء مميزة وكذلك شرحت في حلقة الاستيكرات من وفلها قائمة كبيرة من الاستيكرات الجاهزة التي تساعد منها فريمز هنا أشياء خاصة في الصور غلاف زي كده تمام؟ هنا الصور مقطعة يعني مجزة أكثر من الصورة تقدر تضيفها تمام؟ فراندكيت هنا أشياء خاصة في الفراند طبعا هنا سوف تختار مجلدة سوف نحفظ عليها الفيديو سأختار المجلد الآن اخترت المجلد سميت اس سميت الفيديو طبعا فيديو صوت هنا سوف تختار المقاس أو الجودة عندك جودة جودة ثمان m2 و 2 و 510 و اقف في أربعة وثمانئين aquilo نفسك سوف تكون أربعة و ثمانئين آآ بيكسلم لماذا؟ هنا الجودة سوف تقول أن الجودة سبعمية و عشرين بيكسلم التي هي 1200 بيكسلم في 720 بيكسلم طبعا هذه كلها جوداتها ضعيفة يعني İnوا لا تبدأ هذا الجودة ك vlogging نوعا ما لكن الطرح أفضل الجودة لليوتيوب و السوشوال ميدي هي جودة الف وتسعمائة وعشرين في الف وثمانين بيكسل اللي هي هادة الجودة المشهورة واللي تتقبلها كل منصات السوشال ميديا وعندنا جودة الفو ك وعندنا جودة الفور ك طبعا من المميزات الجميلة انه تقدر تستخدم الى فور ك في كابكات وبشكل مجاني تصدر الفيديو بجودة فور ك وهذا يعني ميزة جميلة جدا على كابكات ولازالت موجودة وهي من افضل ميزات ان تصدر الفيديو بالجودة عالية وبالجودة المطلوبة تمام? طبعا انا اختار اكون راح اصدره على السوشال ميديا انا اختار كل اتشتية اللي هي 1920 ميجا بيكسل في 1080 ميجا بيكسل لان سوشال ميديا لان اذا انشرته على تيك توك بجودة الفور كي راح يضرب عندي وتقل الجودة الى 1920 وتكثر وتزيد المعارجة للفيديو ويطول حتى يتم نشره فانا اختار 1920 في 1080 وغالبا هذا اختاره صناعة المحتوى كون الفيديو راح يكون في صناعة المحتوى واذا كان الفيديو اللي عميل وحاب يشوفه بجودة عالية وكنت انت حاب تعرضه على شاشة كبيرة فممكن تختار انت توكي او فور كي اذا كان ينعرض على شاشة كبيرة ولي فقط للعرض يعني ما هو للنشر على السوشال ميديا فتختار فور كي هذه الطريقة اللي انا ماشي عليها شخصيا طيب بعد ما نختار المقاس المقاس اللي ناسبك والجودة اللي ناسبك هنا تختار البيت ريت البيت ريت طبعا معروف هو الجودة وعدد البيت ستكون منخفضة جدا الجودة طبعا راح يقل من حجم الفيديو الى حجم قليل غالبا اذا كان الفيديو كبير جدا يعني مثلا كان الفيديو بدته الساعة فممكن تختار ريت موندد يعني اه على الشيء المناسب واذا كان الفيديو اقل من الساعة مثلا تحتاج انه تصدروبس بجودة عالية اكثر وبوقت اقل فممكن تختار هاي تمام يعني جودة عالية واذا كان جودة عالية اكثر فممكن تختار كوستوم يعني الشيء اليدوي فانت تتحدد الريت كم في ال في الاطار او في الثانية مثلا كل ثانية كم راح يكون الريت هنا تحدد الريت فانت تختار وتكتبه بشكل يدوي تمام فانا غالبا اختار اذا كان غالبا فيديوهات تكون اقل من الساعة فاختار هاي يعني اعطيني جودة عالية اعلى جودة ممكنة للفيديو عندك انا كم مدة الفيديو 16 ثانية الصيز الحجم الخاص في الفيديو 16 ميجا بايت في الثانية لو اروح الان اغير البيتريت من الهاي الى الريك موندد هنشوف ايش يصير معنا شوف غالب معنا حجم الفيديو لو اخلي لور خلنا شوف صاري داعش ميجا بيكس تمام هذا الشي اللي انت راح يفرق معك اذا كان الفيديو عندك حجمه كبير او مدته طويلة مثلا كان عندك فيديو ساعة واخترت هاي فممكن راح يكون معك حجم الفيديو واحد دقيقة اثنين دقيقة فانت ممكن تختار ريك موندد يعني تكون الجودة نفسها لكن بحجم اقل ميجا بيكس تمام فانا اخترت هاي ليش لانو الفيديو عندي مدته صغيرة وانا احتاج انو يكون بجودة عالية عشان يعرض على السواشال ميديا هنا ترميز الفيديو ترميز الفيديو عندك عندك وعندك EV1 طبعا افضل شي انك تختار 264 هذا اللي ماشينا عليه الممنتجين وماشينا يكون صناع المحتوى هذه الصيغ يعني الحاجات معينة ممكن تنطلب منك وممكن ما تنطلب منك لكن غالبا رح تختار 264 هاي ترميز الفيديو صيغة الفيديو عندك صيغتين صيغة م O V هذه رح يعني رح تعطيك حجم كبير جدا وممكن يشتغل على بعض البرامج وبعض البرامج ما رح يشتغل عليها فانت رح تختار MB4 هي الجودة المعروفة وهي اللي تشتغل على جميع البرامج الخاصة لتشغيل الفيديو فتختار MB4 MB4 تمام هنا الفريم عدد الفريمات في الفيديو طبعا بعد ما صدر الفيديو لازم نصدر بقل عدد الفريمات ممكنة عشان ايش عشان يكون سلس والحركة سلسة وبسيطة فأنا اختار 24 اطار في الثانية عشان الفيديو انا بصورة 60 كيف ثانية لكن انا اصدر ب24 اطار في الثانية عشان ايش يطلع سلس وحركة نعمة وبسيطة لكن اذا انت كان عندك تصديق الفيديو خام كان 60 كيف ثانية وانت حاب الصدر على مثل الفريمات الموجود فيها زي الفريمات الموجود فيها كخام فانت تختار 60 كيف ثانية اذا كان 30 كيف ثانية فتختار 30 كيف ثانية وانا يفضل عندي انك اذا صدرت الفيديو كان مصور على 60 كيف ثانية من اعدادات الكاميرا وخلص مونتاج يفضل انك تختار 24 كيف ثانية عشان يعطيك ثلاثة اكتر في الفيديو تمام انت الآن ضبط كل الاعدادات الخاصة في الفيديو هنا الخيار يعطيك هل تريد فصل او حفظ الصوت بالفيديو بمجلد من فصل mp4 طبعا اذا حاب تحفظ الفيديو على شكل صيغة صوت يعني رح يكون صوت ورح يكون فيديو يعني يتصدر معك صوت وفيديو لفيديو مثلا تحتاج معالجة الصوت او زي كذا فانت تختار و عشان تكون جودة الصوت عالية و mp3 عشان تكون جودة الصوت عالية والحجم اقل والجودات هذي كلها حجمها اقل من mp3 انا ما رح احتاج حاليا معالج الصوت ومضبطه وما رح احتاج اني عالج بشكل مفصل على البرامج الهندسة الصوتية فانا اعط لهذا الخيار طبعا هنا يسمح لك انك تحفظ جزء من الفيديو على شكل صيغة الGIF معروفة صيغة الGIF عشان ايش تنشرها كملصقات على السوشال ميديا انا ما رح احتاج ها تمام وهذه هنا الخيار الكابشن حينصار برو فاذا انت حاب تضيف ترجمة للصوت بشكل تلقائي بالذكاء الصناعي وهو رح يضيف لكها بشكل تلقائي طبعا هذه في البرو ما رح نستفيد منها كانت اول بشكل جيد لكن في التحديث هات اخير صارت مدفوعة تمام هنا حقوق الطبع والنشر طبعا ما رح تستفيد منها الان نحط export الان على export مباشر رح يبدأ يحفظ معنا الفيديو رح نشوف بعد ما حفظنا طبعا هو سريع بالحفظ يعني جدا جدا من الاشياء المميزة فيه انه سريع تصدير الفيديو وبجودة عالية هذا شيء مميز جدا واسرع من واسرع مدفنش ريزور لانه بعد شرائك هذا الآن يعطيك حفظ الفيديو بشكل طولي بخوارزمية الدكاء الاصطناعي هذا المميزة طبعا موجودة فقط في كوب كات انه يصدر لك الفيديو بشكل طولي ويبدأ يحرك الكاميرا باتجاه الشخص اللي يتحرك خلنا نشوف الآن ننتظر ونشوف النتيجة اللي رح يسأول لها يعطيني يعني 16% طبعا هذه النسخة اللي الطول كانت مجانية الآن صارت بالبرو يعني مجرد انك تضغط على انك تحفظ هذا بشكل طولي بهذا الخانة تضغط على هذه الخانة وهذا الزر يعني انت الآن تضغط على هذا الزر انت تحفظ الفيديو الخاص بالعرض الآن لو تضغط على هذا وحاب انك تحفظ النسخة الثانية لازم تدخل على البرو ورح اشغل الفيديو الآن اللي حفظ ونشوف ايش الاشياء اللي فعلا اشتغلنا عليه بهذا الفيديو ورح اشغلكم الفيديو الآن تشوف مع بعض بعد شرائك لهذا الكورس وتطبيقه خلال اربع مراحل لفتح الحوض ستتمكن من فتح حوضك لكل سهولة وسلاسة والكورس وهذا كل حاجة مثل ما شبنا مع بعض كيف الآن عرفنا كيف نصدر الفيديو بشكل صحيح على تطبيق كبكت وهذه اخر حلقة من كورس كبكت اتمنى لما شاهد الحلقات او الكورس يشاهد الحلقات من بداية اول حلقة الى اخر حلقة تلاقون في وصف الفيديو جميع الحلقات بالترتيب اول حلقة وثاني حلقة وثالث حلقة الى اخر اتمنى من الجميع ان يكون مركز في متابعة هذا الكورس عشان يستفيد من تطبيق كبكت وفي الكورس يعني الكثير من الخفايا الخاصة في المونتاج تقدر تطبق على اي برنامج منها التلوين منها حركات الكوروما حركات كثيرة جدا حركات الماسك والكيفريم فكل هذه تقدر تستفيد منها في اي برنامج مو يعني فقط مقتصر الموضوع يعني مقتصر فقط على او محدود او على هذا الكورس راح ينتشر الفيديو وراح ينتشر الكورس يستفيد الكثير وهذا راح يزيدني سعادة اكثر واتمنى ما تفعلوا علينا في اللايك والشير ومشاركة هذا الكورس مع اصدقائكم المهتمين في المونتاج والتحرير والفيديو او صناعة المحتوى عشان يستفيدوا ويستفيدوا الجميع وفي الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد والله الا انت استغفر والسلام عليكم